مرحبا بكم في قناة تحفة يوب الأفريقية الأخرى للطالب من الجزائر تنقب في بلدانهم عن الغاز والنفط خاصة وأن الجزائر تمتلك خبرة كبيرة في المجالين وهي التي تعد من بين أكبر المنتجين في العالم اتتموضعه في مركز مهم جداً وقادم بقوة مع الاكتشافات التي أعلنت عنها مؤخراً باكتشافات ضخمة في مناطق متفرقة من التراب الوطني هذا وبخصوص تنقب عن الغاز والنفط من طرف الجزائر في الكونغو وقاعد الجزائر وجمهورية الكونغو على محضر محادثات في مجال المحروقات يأتي ذلك في إطار تنشط علاقات تعاون تنائف مجال المحروقات ودراسة فرص الشاركة القائمة بين البلدين حسب بيان لوزار الصداقة ووقع على محضر محادثات كل من وزار الطاقة والمناجم محمد عرقاب ووزار المحروقات الكونغولي برونو جان ريتشارد ويشمل المحضر تبدل الخبرات في مجال تطوير إطار قانوني وتنظيم يحكم التنقب عن المحروقات واستغلالها وتبادل الخبرات بشأن الإصلاحات وإنشاء هيئة تنظيمية وتنظيمها وتعزيز الأنشطة في قطع المحروقات كما يضم تبادل الخبرات والتجارب في مجال تطوير عقود معيارية لتنقب عن النفط واستغلاله وتبادل الخبرات والتجارب الجزائرية في تطوير قطع الطاقة وخاصة الغاز طبيعي المسال ويشمل محضر المحادثات بين الجزائر والكونغو استكشاف فوراستواج السنطرة في قطع التنقب عن النفط والغاز في جمهورية الكونغو وتنمية التعاون في مجال التكوين وتنمية الرأس المال البشري مع العلم أن الغاز وصل لأسعار قياسية كذلك النفط زاد سعره بشكل ملحوظ في الأسبوع الأخيرة ما يعني فوائر ضخمة لكل دول التي تنقب على هاتين الماداتين الثاني عليهم طلب جنوني خاصة في تل أزمة الغاز الروسي ومقطعات دول غربنا وتهافت العديد من دول الغرب على الجزائر لشراء كميات ضخمة من الغاز والنفط والجزائر تفرد منطقها والسعر الذي ينسبها هذا ومن جهة أخرى أخبار اليوم محلل وخبير صعودي منبهر من الخطوة الجزائرية والسر الخفي للزيارة ولماذا الجامع يسريع للجزائر ولماذا حل الروس في الجزائر حاليا وهذا ما حدث طلبه بتفصيل بداية عاد مجلدا الخبر في شأن نفط وعضو لمجلس الاستشاري لهندسة البترول والغاز في جامعة الملك سعود الخبر نيف الدنداني للوجهة مرة أخرى ليكشف مفاجأة الجزائر واتقالها في الساحة الدولية حيث قالت داني أن الجزائر هي ملجأ عواصم أوروبا وإفريقيا لمواجهة أزمة الغاز متحددا حتى عن زيارة لافروف للجزائر وصل العالم الذي رفق زيارة الهامة وقال الدنداني في تغريدة له على حسابه على تويتر تعليقا على زيارة وزير الخارجي الروسي للجزائر بالقولة أمواج أسواق طاقة العاتية تدفع بلافروف وزير الخارجي الروسي إلى الجزائر التي تخطب ودها عواصم أوروبا لإمدادها بالغاز وأدف أن الجزائر لا تعول عليها أوروبا فقط بل حتى إفريقيا التي تسعى لوصول الغاز المجيري إلى خطوط الأنبيب في الجزائر ومنها إلى سواحي الأوروبا المتعطشة للغاز والنفط وكان أشار أيضا إلى أن الجزائر تعمل بجدية واحترافية لاستغلال النفط أحسن استغلال وأخذ مكان مميز بأفضل تموقع فذل تسابق العديد من الدول الأوروبية على غازها لتنقذهم من أزمة الغاز الروسي الذي بدأوا في الفعل في التخلي عنه تدريجيا وعليه يقول الخبر سعودي والعديد من الخبراء الأجانب أن الجزائر مقبل على تفرف اقتصادها خاصة إذا أحسن استغلال فرصة وهو المتوقع واستثمار تلك العائدات الخبر نيف الدندني من جهته صدم النظام المغربي بحديثه عن تحمس دول إفريقية لمشروع أمبو بلغاز نيجيري الجزائري الذي سيربط نيجيريا بأوروبا على الأراضي الجزائرية وهو المشروع الذي حاول الملك المغربي أخذه من الجزائر لكن نيجيريا تفضل الجزائر والآن الخبر دندني يؤكد أن الجزائر حسمت الأمر بل والأكثر من ذلك هو كون العديد من الدول الإفريقية متحمسة للأمر وقد نشاهد مشاريع أن بأخرى تعبر الأراضي الجزائرية لتكون الجزائر بهذا بوابة غاز إفريقيا نحو أوروبا وهو الأمر الذي سيعود عليها بفوائد كبيرة مستقبلا ويزداد اتقالها وسأتيرها في الساحة الدولية فما رأيكم في ذلك؟ هذا وفي خبر منفصل أخبار اليوم التحليل الصحافة الأمريكية تصف الجزائر بأكبر المستفيدين وتؤكد أنها تسير في طريق صحيح لاستغلال الفرصة بشكل مميز وخرج تاريخية تصنع الحدث فيدل لمشكل غاز الروس بداية وفيدل للتهديدة الروسية بوقف الغاز عن دول أوروبية في حال عدم الدفع بالروبل تسارع بعض هذه الدول للبحث عن بداء الاستبدال الوردة الروسية في خطوة قد تعيد رسم خارطة السوق الطاقة العالمية وهو الوضع الذي جعل للجزائر مركزا مهم دوليا مع توجه جميع الأنظار إليها هي وبعض الدول المنتجة للغاز خاصة وأن الجزائر لها كمية ضخمة وبدأت في مضاعفة إنتاجها وتحدثت عن هذا الأمر العديد من الصحاف الأمريكية بينها تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست فإن من بين أكبر المستفيدين قد تكون دول إفريقية مثل الجزائر التي قالت عنها لطالما كانت لعبا متوسط المخاطر في سوق الطاقة العالمية ولكن تطورات الأخيرة جعلت الأنظار تتجه إليها وأول واصل حسبها هم إيطاليا وألمانيا ومحاولات إسبانيا مع دخول أمريكا لإقناع الجزائر وتوسط بالتعاون للعلم فإن أزمة الغاز الروزي أيضا حسب صحف أمريكية أعدت توجيه الأنظار نحو دول مثل أنغولا ونيجيريا والكونغو الذين لم يكنوا من قبل في مقدمة الخيارات في أسواق الطاقة وأشارت واشنطن بوست وغيرها من الصحف إلى أن الغاز الجزائري سيكون الأقل تكلفة وتفضله العديد من الدول الأوروبية على الغاز القطري والأمريكي نظرا لكون الجزائر لها أنبيب تربطها مباشرة بأوروبا في حين أكد محلل دولي أنه لا توجد أي دولة لا قادرة على إنتاج كمية كافية للجميع بسرعة قياسية لكن ما سيسهل نوعا ما هو الأهم هو وجوب تعاون ودخل استطمارات في مجال الطاقة في الدول التي تريد رفع إنتاجها مثل الجزائر وهذه من بين بعض الحلول في الإسراء في عملية تخليهم عن غاز الروس مع العلم أن تحركات الأوروبية تأتي رضا على التهديدة الروسية التي تلت إجراءات موسكو بقطع الغاز عن دول أوروبية لرفضها الدفع بالروبل الأمر الذي تفعل بدول مثل ألمانيا وإيطاليا إلى طمأنص مواطنيهم بأنهم يبحثون عن حلول بديلة إذا قام بوتين بتوسيع الحضر ورجح التقرير أن الأشهر 18 المقبلة ستكون وقتا عصبا إلى أوروبا خاصة مع ارتفاع الأسعار فيما تكافح الحكومات من أجل استمرار تشغل مصانعها وتوفير تدفئة للمنازل والحفاظ على محطات الكهرباء إلا توجد بداء الكافية على المدى القارب لتجنم معاناة اقتصادية كبيرة في الشتاء المقبل إذا توقفت امتادات الغاز الروسي ومن هذه الأزمة هناك دول وجلت نفسها أمام الفوائد ضخمة مثل الجزائر لأنها ستبيع غازها بأسعار قياسية للعالم وتضاعف إنتاجها وتزيد استثمارات تلك الدول داخل الجزائر فما رأيكم في ذلك؟ هذا ومن جهة أخرى أخبار اليوم أكبر قوة اقتصادية أوروبية تفجئ الجميع وتدخل الخط بقوة مع الجزائر بشكل رسمي ومفاجآت بالجمل على أرض الجزائر فماذا ستفعل وهذا ما طلبته في التحالف معها؟ ولن تصدق ماذا قالوا عن الجزائر بداية كما كان متوقعا من ألمانيا التي تعد أكبر قوة اقتصادية في أوروبا الآن تدخل بشكل رسمي في حلف قوي مع الجزائر سيعود بالمنفاع الكبير على البلدين ألمانيا تستخدم ومشاريع وستمارات مبهرة نظر الخدمة والموافقة على طلب ألمانيا لبيع هلاس حيث يتجه الأوروبيون نحو تعزيز علاقتهم تقوية مع الجزائر مرغمين تحت إذا عجبك الفيديو اشترك في قناة تحفتيوب ولا تنسى الإعجاب والتعليق